السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم مع فيديو جديد. في فيديو بتاع النهاردة هنتعلم مجموعة ضخمة جدا من الاسرار الخاصة بالمجموعة الافضل على الاطلاق من وجهة نظري في وقتنا الحالي. المتصفح اللي تتكلم علي كتير جدا هو هو متصفح جوجل كروم مميزات والاسرار اللي عرفها مع بعض النهاردة هتحس ان انت لأول مرة بتستخدم المتصفح الاكثر من رائع. مجموعة ضخمة جدا من الاسرار ارانك ان في اكتر من خمس اسرار هتكون لأول مرة تعرفهم. مهم جدا في النهاية بعد ما نشوفوا الفيديو الممتع ده تكتب لي اكتر حاجة فادتك واستفدت منها. وكمان يفضل لو انت عندك سر انا معرفوش والمشاهدين كمان معرفوش. تشاركوا معنا من خلال خانة التعليقات ودلوقتي بدون كلام كتير يلا بينا ننتقل للشاهد. اهلا بكم مع فيديو مميز جدا وهنتعلم النهاردة مجموعة من اسرار متصفح جوجل كروم اللي انا بعتبره المتصفح الافضل على الاطلاق في الوقت الحالي وخصوصا لو كنت احد العاملين على اي من منصات جوجل كروم. هنستعد مع بعض مجموعة من الاسرار ممكن تكون تعرفها الاول مرة من المتصفح. هنستعد مع بعض كل الاسرار دي بسهولة جدا ولكن لازم تكون مدرك ان الفيديو غير مرتب تماما. يلا بينا نستمتع بالفيديو هتشوف اهم الاسرار الممتعة جدا. اول حاجة المتصفح عبارة عن مشغل فيديو حتى لو انت مش منزل اي برنامج لتشغيل فيديوهات على الكمبيوتر الخاص بك. تقدر تستمتع بالمتصفح من خلال تشغيل اي فيديو او اي ميوزيك انت عايز تشغلها بطريقة سهلة جدا عن طريق السحب والافلات داخل المتصفح. ودي واحدة من اهم مميزات متصفح جوجل كروم. مش بس كده كمان انت قد تستمتع بالمتصفح ويوتيوب تحديدا او اي فيديو شغال على الموقع بدون الحاجة للمتصفح تماما. لو انت بشغل اي فيديو على الموقع وحابب انك تتفرج عليه. لو على سبيل المثال بتعلم فيديو او بتشوف كورس معين او بتتابع شرح معين بتقدر من خلال الضغط هنا كده مرة واحدة يبدأ يحول الفيديو معاك بالشكل ده وبتبدأ انك تنزل ويكون الفيديو موجود معاك. وبس تقدر كمانا تكبر وتصغر الفيديو ويتحرك على جهاز الكوبيوتر الخاص بيك اثناء الفيديو ما هو شغال على الجهاز الخاص بيك. بدون تعطيل اي شغل انت بتقوم به لو بتعلم كورس او بتعلم اي حاجة وعايز تطبق واحدة واحدة وتتعلم فدي بتكون طريقة كافية جدا في جهاز الفيديو في المقدمة دوما بدون الحاجة للمتصفح بالكامل. كمان من اهم مميزات جوجل كروم واللي انا بحبه جدا انك تقدر تسحب اي تاب لسطح المكتب الموجود عندك لو انت محتاج تعمل عليها بشكل كليه. بعد ذلك ممكن يكون عندك طفل او عندك اي حد انت حابب ان هو لما يوصل يوصل لتاب معينة مش عايزه يدخل يعمل سيرش هو او مش عايزه يوصل هو فده بيكون من خلال انك تسحب التاب اللي انت محتاجها دي لسطح المكتب. كمان لو انت شغال على اي حاجة من خدمات جوجل تقدر تحولها من تاب عادية لاب زي ما تستعمل الموبايل الخاص بيك. وده عن طريق تحولها لتطبيق يوتيوب. تقدر تستعمل تطبيق يوتيوب مش بس تاب عادية دي لاي من خدمات جوجل سواء بلوجر سواء يوتيوب. اي خدمة انا عايز تستمتع بها من خدمات جوجل عن طريق الضغط على المربع ده انك تشغلها كابليكيشن او كتاب بالطريقة اللي انت شايفها دي تتكي على اوبن. هتلاقي نفسك دخلت جوه تطبيق يوتيوب. الاشبح بالتطبيق الخاص معنا على الاندرويد والايفون بطريقة سهلة جدا. انت دلوقتي مش جوه جوجل كروم لأ انت جوه تطبيق يوتيوب نفسه. يجي بعد النقاط اللي مهمة جدا انت استمتع بيها اثناء عملك على موت صفحة جوجل كروم كتير مننا بيكون عنده مجموعة ضخمة جدا من المواقع الحابب يحتفظ بها عشان خاطر توفر كتير من المجهود وكتير من الوقت. ده ده هتحفظ على المواقع دي من خلال اضافاتها في خانة البوك مارك اللي موجودة عندك هنا كده. تقدر تختار اي موقع تفتحه بشكل سلس كده وتبدأ انك تضيفه من علامة النجمة دي. هتلاقي ظهر لك انت عايز تضيفه فيه. ممكن تختار في البوك مارك بار يعني في البوك مارك تسحب اي بوك مارك تضيفها على واحدة تانية يبقى انت تضيفها على اي فولدر انت عايز تضيفه. بالشكل ده كده يبقى انت عملت فولدرات وممكن تقدر تضيف فولدرات من خلال الضغط على النجمة. هتلاقي عندك هنا في تقدر تعمل ممكن تعمل وفي هنا تقدر بالطريقة دي تدخل تعمل بقى وتزود فولدرات زي ما انت عايز جوا بعضها تقدر تضيف فيها وترتب زي ما انت عايز وتقدر كمان تلغي فولدرات لو انت مش محتاجها. من خلال الضغط على النجمة الموجودة معنا هنا كده تقدر انك تعمل تحدد اي واحد انت مش محتاجها وتقدر تعمل لها بطريقة سهلة جدا وسالسة. طبعا حفظ المواقع مش بس بالشكل ده. انت ممكن كمان تضيف مواقع في البن الموجودة فوقه هنا بالشكل ده. لو انت مهتم بالمواقع ده زي حالتي تماما تقدر تعمل كليك مين ومنه تعمل بن. تضيفه بالشكل ده كده لو انت كمان لو شغلنا فتحنا هنا كده وروحنا للقناة الخاصة بنا. نقدر كمان نضيف القناة في البن الموجودة فوق. ممكن تعمل كمان يعني مكان ما هتوقف هنا كده هتلاقي اللينك موجود زي ما هو لو احنا وقفين على الموقع وقفلنا هلاقي على الموقع لو روحنا لأي لينك تاني ممكن نضيفه الموقع كمان في خانة بن موجودة فوق تقدر بقى تضيف العدد اللي انت عايزه كله فوق بالشكل ده كده. مش بس كده كمان لو انت حابب تفتح موقع او تفتح تكرر الموقع الموجود معاك ممكن تعمل من خلال هيبدأ ان هو يفتح لك موقع المرة اللي كنت موجود عليه مرة تانية. طيب انت كنت موجود على موقع معين ويتقفل منك بالغلط ومش متذكر عنوان الموقع ده. لو قفلنا ده كده. تدع ترجعه ازاي ده من خلال الضغط على كنترول شفت تي. يفتح لك اخر تاب انت كنت موجود فيها وتم افلها. حتى لو انت مش متذكر الرابط الخاص بها. كمان من النقاط المهمة جدا لو انت موجود على اي موقع من المواقع وعايز تسيرش على كلمة معينة عايز توصلها بكل سهولة سواء كان عربي او انجليزي ده من خلال الضغط على كنترول اف. هتظهر لك خاني تقدر انك تبحث عليها بطريقة سهلة جدا. وليكن هنكتب هنا كلمة نقاط. او هنكتب هنشوف اي كلمة موجودة في الصفحة عشان نقدر انوصلها بشكل سهل. هنا مثلا وليكن كلمة الجديدة هنكتبها بشكل سهل. هتلاقي علملك عليها تقدر توصل لها بكل سهولة. طيب لو الكلمة مكررة بتلاقي اول كلمة ظهر معك بالشكل ده كده مع كل ضغطة انتر بيبدأ ينقلك للكلمة في مكان تاني في الموقع الموجود قدامك بشكل كامل. بتقدر توصل لاي كلمة انت محتاجها وتسادفها بطريقة سهلة جدا وسريعة. كمان من النقاط المهمة جدا اللي هناخدها مع بعض دلوقتي لو انت فتحت مجموعة كبيرة جدا من التابات. في البداية عشان تفتح اي تاب انت بتدوس على كنترول تي بيزود لك نيو تاب. كل ما تدوس على كنترول تي زود لك تابات جديدة طيب انت دفع فتحت مجموعة كبيرة جدا من التابات وعايز توصل لتاب معينة وعايز تقفل كل التابات دي فاولا من السهل انك تقفلهم عن طريق ضغط على البقرة الموجودة في الموس بدل الزهاب للا على طول بكل سهولة طيب انت عايز حاجة اسرع من كده ممكن تروح لاي تاب منهم وتقف عليها من التابات الموجودة هنا عندك بيقول لك اقفل كل التابات اللي في اليمين تمام? بالشكل البسيط ده. طبعا لو انت برضو عايز تقفل كل التابات وتسيب تاب واحدة بس تقدر تشتغل عليها تفتح مجموعة كبيرة جدا من التابات تعمل كليك يمين في حاجة اسمها تقدر تقفل كل التابات تانية اللي انا مش شغال عليها. كمان من اهم الاتهامات الشنيعة اللي بنواجه بها متصفح جوجل كروم وهي المتصفح مستهلك لدى بصورة كبيرة ولكن المصيبة دي ممكن تكون وقعت بسبب ضفات او بعض المواقع ممكن تحط حاجة اشبه بملفاتك وتستغل بها متصفح الخاص بيك فمن انت تتحكم في حاجة زي كده تتوقفها ده من خلال مدير المهام الخاص بمتصفح جوجل كروم كلنا عارفين مدير المهام الموجود في الويندوز اللي من خلاله في اي برنامج معلق ومن خلال مزيد من التفاصيل بنشوف البرامج اللي بتستهلك رامات الجهاز الخاصة عندنا نفس الفكرة موجودة في متصفح جوجل كروم وده عن طريق الضغط على شفت سكيب بديك مدير المهام الخاص بالمستعرض تقدر من خلاله تشوف تطبيقات المفتوحة كلها وتعمل لأي تطبيق وتشوف كمان الحاجات دي بتستغلها دي من السبيول خاصة بيك وبتستغلها دي من الرامل الموجودة على الجهاز وكمان لو فيه اي تطبيق او اي اضافة بتعمل تعدين على الجهاز الخاص بيك دي نقطة كفيلة جدا انك تعمل لها ايقاف وانهاء المهمة كمان من اهم النقاط اثناء تصفحك على جوجل كروم تحديدا او اي متصفح او فول وندوز عموما لو انت موجود حتى جوه مجموعة من الفولدرات لو انت عايز تكبر اي حاجة موجودة على الشاشة مش شافة تضغط على كنترول وزائد او كنترول وتسكرول بالماوس هيعمل معاك عملية زوم لحد ما توصل لكل اللي انت عايزه وتشوفه او العكس وترجع لورا بالسكرول الخاصة بالماوس هيبدأ يصغر معاك بشكل سهل جدا تقدر تستمتع بالميزة دي لو انت عايز تكبر اي حاجة تشوفها بطريقة سريعة وسالسة كمان من اهم المميزات ريتعجمي جدا في جوجل كروم والمتوفرة كمان في فايل فوكس وكتير من المتصفحات ولكن لا تستخدم هذه الميزة الا مع متصفح امن انت لما بتكون عامل مزامنة للمتصفح الخاص بيك بتقدر انك تضيف كلمات السر الخاصة بيك كلها وتحفظها على المتصفح الخاص بيك وتستمتع بيها ولكن زي ما حظرتك مرة تانية لا تستعمل هذه الميزة الا مع متصفح امن وانت وصد فيه ومتعش الحساب الخاص بيك الا من الجهاز الذي تملكه يعني مش تروح اي مكان تسجل ايميلك وبصواتك لان متصفح جوجل كروم كافية لان هو يحفظ البيانات دي كلها ولو انت عامل مزامنة بحسابك الشخصي من الموبايل ومن الكمبيوتر بتقدر انك تعمل مزامنة وتقدر انك تسنسخ اي رابط موجود هتلاقي هنا ايكونة موجودة اذا تضغط عليها ضغطة واحدة بتقدر من خلالها تنسخ الرابط من الكمبيوتر للتليفون ويتم ارسال الرابط بشكل مباشر لو انت عايز تشارك اي لينك او تشارك اي معلومة بشكل سلس وبسيط سبعا عشتعمل مزامنة في متصفح جوجل كروم مهم جدا يكون عندك حساب على جوجل بتقدر انك تسجل بيه وتدخل وتحفظ هتلاقي كل الحاجات اللي انت عملتها لو انت عدلت وضفت وعملت بوك مارك وحفظت فيها كل الحاجات اللي انت شغال عليها فيما يخص كمان تقدر انك تعدل فيها لو بلحزن هنا مثلا الايكون دي انا بعمل بها ترجمة فمش لازم يكتب لي كلمة لو انا عايز عندي يكون مليان بالعدد كبير من المواقع ممكن تعمل وتعمل وتلغي الاسم الخاص بها تماما وتعمل هتلاقي الايكون ظهرت بالشكل ده عشان تقدر تطيف اكبر عدد ممكن من المواقع التي تشتغل عليها بشكل سابق. بالوقتي احنا وصلنا لنهاية الفيديو وشكرا ليكم اتمنى اكون قدمت لكم معلومة مفيدة انا محمد دمتم في رعاية الله. في نهاية الفيديو اتمنى ان انا اقدمت لك معلومة مفيدة بشكل لذيذ وشيك وما طاولتش عليك في الشرح. شكرا ليكم دلوقتي وصلنا للنهاية اتمنى لو اعجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشاريب الفيديو مع اي حد مصحقك شكرا ليكم.